اهلا وسهلا كانت منا تلقاكم الفيديو ديال اليوم في تمام الصحة والعافية وتكونوا في احسن الظروف احسن الاحوال اليوم ان شاء الله هنشارك معكم عصير الموز او العصير البانان بدون حليب كيجي رائع كيجي منعش ولاديد لهاد العاصر هدا ان شاء الله غدي نحتاجو جوج ديال البرتوقالات ليكونوا غصوين مزيان وغدي نحتاجو الموز بالنسبة للموز هنا انا دلت ثلاثة ديال الموزات ممكن ديرو اقل او اكتر الكمية كتبقى عليها حسب الخطورية ايلا بغينا يجي خاطر غنكترو بغينا يجي خفيف شوية العاصر رغم نقلو الموز صفي هنا غن ناخد هدوك الجوج البرتوقالات غدي نحيد لهم هدوك القشرة الفوقانية وغدي نحاول نقسمهم من الداخل ونحيد هدوك العلفة او هدوك البوضور وهدوك الجلدة البيضة بش ما يجينيش العاصر مرد نحاول ننزعو كامل هدوك الشوائب ومن بعد غدي نقطعو كما كيبال لكم الفيديو رغم شروح بعدما نقيت هدوك البرتوقال كامل وحيت له هدوك القشيرات وحيت له هدوك الشوائب كاملة غدي ندوز نديرو في الكاس ديال الخلاط ومن بعد غدي نضيف له هنا عندي اطرو ديال ما غن ناخد منه تقريبا واحد الكاس كاس فقط غدي نديرو باش غدي نطحن هدوك البرتوقال ما غديش نكترو الما في الاول باش يتحكم لينا الخلاط وكي يطحلينا مزيان صفينا نطحن مزيان وندوز نصفيه في شي شبكة اولا شي صفي بالنسبة اللي عندو الخلاط الكهربائي كي يطحن مزيان بلا دعية انه يصفيه صفي كما كي يباليكم كنا نديرو في واحد صفي ونحاول بواحد الملعقة ندوزو كامل بعد ما صفيتو كلو كيبقى لغير هدك المركز غدي نحاول رجعو للكاس ديال الخلاط من بعد غدي نضيف عليه تقريبا واحد الملعقة ديال السكر سانيدة السكر سانيدة كيبقى على حسب الضوق وخحته ما نديروش راك نعرفو البانان رايحلو مايما نهنا درت ملعقة صفي من بعد غدي ندوز لها داك البانان نحيقلو ذوك القشور نحيقلو ذوك الخويطات البيضي اللي كيكونوا فيه إلا كانت شي حاجة كحلا نحيدوها وخنشوفو البانان كيبقى لنا هكا وخلو نديالو كحال من بره فره من الداخل ما ما بقيوش بصفة نهائية كيما كيبقى لكم غير القشرة اللي كتكون هكا صفي غدي نقطعو ونلوحو في الخلاط ومن بعد غدي نضيف الماء بنسبة اللماء هادك الإطر اللي كنا اخدينا منه في الأول كاس غدي نكملو هنا يعني المجموع ديال الماء غدي يكون إطره في الأول درنا منه نوكاس وده بغن نضيرو الباقي وغدي نرجعو هي يتخلط أولا يتتحلينا زيان وهنا بعد ما تتحل العاصر ديالنا كانت تحصلو على كمية تقريبا ما بين إطر وربا حتى الإطر ونص عدنا إطر ديال الماء مع هادوك ثلاثة ديال الموزس أو ثلاثة ديال البانانات مع هادوك البرتقالات يعني كتجي كمية لبأسة ديها ما شاء الله وكما كيبا لكم كانت تحصلو على عاصر اللي هو خاتر منعش رائع ولديد جدا بدون حاليا نتمنى كنا الإعجاب ديالكم وتجربوه لأنه فعلا يتحق تجربة وكنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلبكم وما تبخلوش اللي يابلي لايك ديالكم والشراكات ديالكم والبرتاج كذلك فضلا وليس أمرا نبقى لي إلا نقول لكم في أمن الله وحفظهما 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 كنا وحفظهما ورد بطى وحفظهما واريا وحفظهما شكرا